أنا دائما دائما مبسوط من تلفونات شركة جوجل خاصة لما ينزلون تجديدات كل أول شهر ينزلون التجديد عليه للتلفون وكل فترة وفترة ينزلون التجديد جديد يسمونه Feature Drop من كم يوم هنا في أمريكا نزلونا أيضا على التلفون Pixel 7 Pro وعلى ذلك أنا أحبت أفعلكم المراجعة للتلفون أصدر معي أنا تقريبا شيء شهراء أستعملوا مع Pixel Watch وأستعملهم مع Pixel Buds Pro هذا يعمل كثيرا جميلة والبيكسل Buds Pro سيأتي لهم الـ Spatial Audio الذي كنا نعرفه من شركة شركة الثانية سيكونوا موجودين على البيكسل Buds Pro بالتجديد الذي سنزلوه كل أول شهر أنا طارق اليوم سأعطيكم المراجعة عن البيكسل 7 Pro سأستعملوا لمدة شهرين دعنا نبدأ اعملوا لايك وسجلوا على القناة حتى دائما دائما تعرفوا لما ننزلكم فيديوهات جديدة الآن النظام الذي سأستعمل به لهذا التليفون سأستعملوا لشهرين هذا هو البيكسل 7 Pro الذي يعمل له هذا الموجود هنا لدينا البيكسل Buds Pro وهذا الذي نزله تقريبا بتوقيت البيكسل 6A من شهر و لدينا البيكسل واتش هنا مثل ما أفجرتكم في الفيديو فعلنا فيديو خصوصا لهذا البيكسل Buds Pro أيضا لا يوجد صوت جميل و يمشون كثير منيح مع أي تليفون لكن الشهر الوحيد الذي يجب أن نعرفه أنه في جانيوري بعد شهر تقريبا وهو جميلة جميلة البيكسل 7 Pro الآن في أول ديسامبر جميعنا تجديد يسمعونه Feature Drop ثم زبطنا Voice Calls حيثنا مع المكلمات Voice Labels على Voice Recorder و لدينا عدة إمكانيات و تجديدات تزبطوهم فيهم أيضا من عندما أشتريتهم و عندما أجبت التليفون لهذا و أجبت هذه الساعة نفس الشهر البطارية تقضينا مدة أطول و الساعة التي تقضينا مدة أطول و الساعة التي تقضينا مدة أطول في أول نهار اليوم الصباح يمكنني أن أقضي منها لبكرة تقريبا على الظهر أبما أشرجها و تظلها ماشي معي الآن دعنا نتحدث عن مميزات المميزات لديه التليفون التليفون مثل ما أول شي شرناه 6.7 QHD 120 هرتز على الشاشة لدينا 5000 ميلي أمبير البطارية نستطيع أن نشرجها الحاسوب هنا Tensor G2 الثاني نظام منه لشركة جوجل أول سنة الماضية 6 Pro لدينا Tensor 1 الآن لدينا Tensor 2 مثل ذاكرة يأتي على التليفون 128 لـ 512 و يوجدنا 256 بالنصف 12 GB للرام و ستكون هنا الكاميرا الموجودة 10.8 ميجا بيكسل والكاميرات الثلاثة الموجودة خمسين ستكون الأساسية 12 ميجا بيكسل للألترا ويد و 48 ميجا بيكسل للتليفوتو وهذه الموجودة هناك البيكسل 7 لا يوجد التليفوتو سيكون لديها فقط الميجا بيكسل وهذه الشيء المهم من أعرفها و كما رأيتنا البيكسل 6A عندما نزلوها هذه الكاميريات غير أنواع لا لديهم نظام هذا الـ A series يصبح أرخص ولكن يعطيكم إمكانيات جميلة أنا اخترت اللون الهيزل الموجودة هنا مع علمات كأنه قليلا يدهبي هنا والأخضر موجودة البيكسل بادي برو كما رأيتم بالأورانج لأنني أحب اللون الأورانج يضعون شكله جميل والبيكسل واتش كما رأيتم هذه الموجودة ولكن أنا أستعمل ثلاث تربيع الوقت بالبلوتوث موصولي للتليفون الشغل الوحيد سنتحدث عن الشغلات التي أنا معجب فيها وما هي السبب التي أنا معجب فيها للكاميريات ليس فقط للكاميريات الخبرة لها التليفون ولماذا معجب فيها كثيرا؟ لدينا أيضا الفيس انلاك هناك شركة جوجل كما كانت عنها من قبل على البيكسل 4XL وستطيعنا أن نستعملها وهذه الشغلة جميلة والمميزات الجديدة من شركة جوجل تأتي بشكل تليفوناتهم على البيكسل تليفوناتهم التي نرى من قبل في ديسابر نزلونا تجديد جديد وفي جانيوري سنزلونا تجديد على السماعات لنقدر أن يعطونا البيكسل آديو ولكن هنا نستعمل على AAC والSPC موجودين عليهم وهنا أيضا على البيكسل واتش يجلبونها مميزات جديدة ويأتينا تجديد ليس يومين ثلاثة موجودة تليفون والحالية فيها لأنه LTE موجودة مع الساعة ومع التليفون إذا اتركت البيت ونسيت التليفون بالبيت كل التليفون سنبعته من التليفون للساعة على الواي فاي ويأما أيضا على LTE لما يعملها مميشي عليها للساعة ولكن الشيء يجب أن نعرف أن البطارية تجدتها للساعة تنسل تقريبا 10% كل ساعة من استعمالها نحن بره لدينا الفيت بيت ما تمشرفناها من قبل إذا نستعمل كل إميكانية فيت بيت بيت موجودة لدينا الفيت بيت موجودة حجمة صغيرة أمنيتي إذا أستعمل ساعة أكبر لتكون بطارية أكبر والشاشة أكبر حتى تمشي شكلها أحسن على إيد الرجال لأنني لا أعرف لماذا مبينة صغيرة ولكن إذا نتذكر أن الساعات الفيت بيت يكون عددا حجمهم صغار وليس كبير أول ساعة نزلنا مع الـ Wear OS 3.2 مع الفيت بيت من شركة جوجل وهذه الشيء لأني أعجب فيها التجديدات وليس كبيرا وليس كبيرا نعمل عدة إمكانيات عدة طريقة موجودة في قلب الكاميرا وخصوصاً للبيكسل معناته إذا أردت هنا يمكنني أن أردت على تحت الطريقة لدينا الـ Magic Eraser الـ Unblur الـ Portrait Blur لدينا أيضاً إذا نستعمل تثبيت الصورة ونضبط الألوان وفي ديسمبر نزلنا مميزتين جديد الـ Clear Voice حتى نستعمل ممكنة تكون واضحة كثيراً حلوة وليس كذلك يمكن أن يسمعوا الفرق بين شخصين يتحدثون ونعمل الـ Voice Recorder يتفرق بين الصوت الشخصين الموجودين هناك هذه الشغلة كثيراً حلوة وأيضاً موجودين موجودين موجودة بلاش بقلب تليفونات البيكسل ولكنكم تنزلوا الـ Google One التطبيق عليه للتليفون وفيكم تستعملوها بعد التجديد بعد ديسمبر يسمعوه الـ Free VPN مع جوجل بيكسل كثيراً حلوة وتمشي كثيراً مزبوط وتستعمل تليفون سامسون لمدة شهر ونص تقريباً شهرين من عندما نزل وهذا اسمه Z Fold 4 Z Fold 4 لديه إمكانيات كثيراً حلوة تليفون كبير وعنده الكاميرات تحسنت الكاميرا واحدة تحسنت لكن الكاميرات الثانية مثل نفس الشيء ولكن هل تحسين تجديد الذي تضبطوا بالكاميرا هناك يجعلني استعمل تليفون وستعمله لعمل مكالمات وشغلة وعمل الانجليزية والعربية وشغلة ويجعل شغلة للتليفون ولكن بعد فترة لحظت أن التليفون يبطئ قليلاً وليس فقط تجديدات تجديدات وصفر من سامسون فضلت الـ S22 Ultra و S22 و S22 Plus والتليفونات الثانية تقريبوا وبدأوا تجديدات ولكن Z Fold 4 و Z Flip 4 لم يأتي هنا تجديد وليس فقط وتجديد بأني أن لم يكن تقريباً وهذا السببب وليس فقط هناك أيضاً إشكال من عندما بدأت سامسون تنزل تطبيق One UI 4.1 لذلك لا يتمشي كثيراً منيحاً مع تجديدات الثانية مثلاً إذا أردت استعمال Nova Prime مع تليفوني Pixel 7 Pro على Z Fold 4 تستفرق عدة مشاكل لا يتمشي طوال الوقت ويكون لدينا عدة مشاكل في هذه الأسباب وبسبب التجديدات التي نزلت مع Pixel 7 Pro قلت منه من تليفون سامسون إلى Pixel 7 Pro هذا التليفون أخذ كل الإمكانيات وكل التجديدات التي أجلت من Pixel 6 Pro من كل هذه السنة التي أخذتها لجوغلت ليس فقط أن تعلموا فقط التطبيقات تجددوا سيستامهم ويصبح لدينا مع تنزل تطبيقات مع تنزل تطبيقات مع جوجل مع عدة تطبيقات زيادة التي نزلتها من عندما نزلت Pixel 6A كل الشغلات المزبوطة الصفتور مزبوطة التجديدات واندرويد 12L يظبط عدة مشاكل التي رأيناها مع أندرويد 12 لما نزلت مع Pixel 6 Pro لذلك Pixel 7 Pro مع Tensor G2 والأندرويد 13 الذي يعتبرونه تجديد فوق للأندرويد 12L سيكون كثير منيح ويكون لدينا أي أشكال لذلك 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 على الإمكانيات والإمكانيات للصفتور التي نتحدثها وماذا نفعلها كما أخبركم الإمكانيات كثير منيحة بالنسبة للي لا موجودة باللغة العربية ولكن باللغة الإنجليزية يمكننا أن نتحدث ونكتب شغلات كثير منيحة ولكن أنا أصدق أن عندما نبدأ نستعمل صوتنا لنكتب كلمات ونعمل شغلها على التليفون بالإنجليزية لدينا هذا السيستام الذي يبدأ يعمل الكراءة ويكتبها وتستطيع أن تعمل كما تشاهدون هنا أنا هذا البراجراف كله حكيته للتليفون وضعت نقطة وعملنا البراجراف عملت كل هذا موجود بالصوتي أنا ما قلت له تعمل شيء أيضا عندما نقلب على اللغة العربية يمكننا أن نعمل نفس الشيء ويمكننا أن نرى أن كل الشغلات الموجودة في قلبها تتحسن ويصبح أسرع الشغل الوحيدة التي يجب أن نعرفها أن هذه اللغة العربية تكون أبطأ قليلا من الإنجليزية لأنها تستعمل الإنترنت لكن إذا قمت لديكم التليفون يمكنكم أن تنزلوها وتمشي مزبوط وعندما تخلصوها تستطيع أن تعملها تستطيع أن تشاهدها مزبوط أنا أستعمل اللغتين العربية والإنجليزية موجودين على الكيبورد لأنه أحب أكتب اللغتين خاصة إذا كان يبقى ويجد عليهم بالعربية ويجد عليهم بالإنجليزية وشغل المهم فيه أنا كمان كثير كثير حلوة خاصة في أميركا نستطيع أن نعمل مكالمات نستطيع أن نستعمل نحن نعمل المكالمات ونوصل مثل ما نرى هنا تبدأ تعمل تقلي تقلي ستعرف أن توقيت التأخير للمكالمات لماذا؟ لأننا نستطيع أن نرى هنا لا أعرف أين نختارها ولكن عادة تقلي تقليل التاريخ وقت هنا وهناك أيضا يسميه نستعمله نستعمله هنا نستطيع أن توقفنا وتعود على المكالمات وترجع وترد علينا عندما تخلص المكالمات لدينا الـ وعندنا الـ تساعدني وكل هذه الأشياء موجودة في قلبه وفي قلبه هذا السيستام وهذه كثير حلوة وموجودة في أمريكا دعنا نفتحها أعمل الـ لا أعرف ماذا؟ لكن المهم أن هذه الأشياء موجودة وأنا معجب فيها كثيرا تساعدني أن يكون كثيرا من غير ما تضيع لوقت أن يستعمل التليفون التليفون سريع والإمكانيات تقلبها سريعة وتمشي على التليفون معناته لا يوجد إشكال لا يحتاج إلى الإنترنت إذا حاولتم أن تعملوا المكالمات فقط أن أحكي وأعمل التطبيق على كتابة صوتي على التليفونات الثانية خاصة باللغة الثانية بالإنجليزية مضبوط يظهر سواء في فرق كثير منيح على البيكسل 7 برو مبدل للتليفونات الثانية لماذا؟ هؤلاء يبعطوه على الإنترنت التي يجعلها بالعربية تصير تقريباً نفس الشي لكن الإمكانيات تتحسن قليلاً والترجمة ماشية حلوة كثيراً لذلك أنا مبسوط لهذا التليفون وعندنا عدة إمكانيات ماشية حلوة فيها هذا البيكسل 7 برو حلوة دعنا نتحدث قليلاً عن الشغلات التي لم أعجبتني فيها هذه الشغلات التي مطمئنا أن نستطيع أن يزرطوها إن شاء الله بالمستقبل الشغل الوحيدة التشريج سرعة التشريج على هذا التليفون وعندنا نفس الشيء نفس السرعة من قبل المفروض تكون أسرعة ولكن لا نستطيع أن نعرف المزبوط لماذا يسرعوا الإمكانيات من شركة أوبو فيفو شاومي وعددة شركات ثانية خاصة وان بلس لدينا المئة وعندنا المئة وعندنا وعندنا أيضاً 80 واط على الأوبو وعندنا عدة شغلات ماشية تليفونات بيكسل وتليفونات سوني وعندهم يظلون على السرعة الأبطيئة كبيرة البطارية على 5000 ولكن أيضاً السرعة مثل ما هي كل فترة وفترة لدي مشكلة صغيرة في الـ UI في السيستام أفتحها هنا أفتح تطبي ولم يستطيع أن أتغير لأنه لا يستطيع أن أذهب أفتح عليها مظبوط هذا يحدث معي كل فترة وفترة مرة ثلاثة أيام كل ما أفعله أفتح التليفون أفتح 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 نستطيع أن نمشي عليه مظبوط أيضاً نستطيع أن نستطيع أيضاً أيضاً موجود هنا هذه الشعالات المظبوطة صراحة لدينا كثيراً وما تدين كثيراً لكن آخر شيء يمكن أن أقول أن الإمكانيات الصوت الموجودة هنا لا يمكننا أن نستعمل إلا AAC و SBC و LDAC هؤلاء أحسن شيء يمكن أن نستعملهم لماذا؟ لأنه open source يعني أنه لا يوجد رخصة يجب أن يدفعها كل مرة من استعملها تنسور G2 لا يمكننا أن نعمل نفس الشيء كما عملت سامسون حاول أن تعمل الكودك تبعيتهم هنا التليفونياتهم والبودز لا لدينا هذه الشغلات ولا لدينا LHDC وأمنيتي أن نرى أنه أمكانيات أحسن بالإمكانيات الصوت والكواليات تبعية البروز البروز ستكون جميلة مضبوطة على سماعة ولكن أريد الصوت أيضًا ممكن أن نعمله وإن شاء الله يمكننا أن نرى مع تنسور G3 أو يمكن أن يضبطوه مع التجديد على هذا التليفون بعد استعماله للتليفون تقريباً شهرين هذا التليفون نازل على السوق هنا في أمريكا التليفون تحسن البطارية مدتها تحسنت أكثر الكاميرا لدينا أمكانيات جديدة أيضًا وعننا الـ VPN مثل ما أخبرتكم الصوت تحسن على كلمات وعننا أمكانيات أن يجعل التليفون يستعمل للتليفون لا يقف على التليفون لقالي أنا مضروري أنا أنطر على التليفون وضع التليفون على دينتي يمكنني أيضًا أعمل حجز الطاولات بالتليفون بإمكاني حجز بالمطعم هنا في أمريكا لذلك أنا مبسوط فيه كثير وعذلك حوالت لقاله وعملته كالتليفون الأساسي طبعي أنا سرعة الإنترنت في أمريكا بالـ 5G على المد بان بـ T-Mobile مع الشركة التي أنا معهم صارت بشكل رهيب أحسن التليفون عندي في المكتب هنا يعطيني فوق الألف للتنزيل على التليفون وهذه الشغلة لا نرى على التليفونات الثانية هذا ما يعجب فيه كثيرا أنه الإمكانيات التي يمكننا رأيها هنا من السنة الماضية إلى هذه السنة صارت أحسن بكثيرا وبدأ تتجدد كل فترة وفترة ينزلوا هؤلاء التليفونات تتجد التليفونات الثانية ولكن خصوصياً يمشون على التليفونات الثانية ولم نستطيع أن نرى مع التليفونات الثانية الـ Free VPN على جوجل لا يأتي على التليفون الـ Magic Eraser و الـ Unblur يأتي على التليفونات الثانية لذلك أنا مبسوط فيها هذا التليفون ونصحكم إذا كان لديكم إذا كان لديكم أدراء أن تجلبوا هذا التليفون ستستعملوا بالدعوة العربية يجب أن نعرفها إذا لم أردني غلطان يمكن أن تتأكدوا مع شركة التليفونات الثانية ولكن لا يعني أن الإرسال سيكون بطيئ سيكون ماشي منيح ولكن سأتحدث عن السرعة الماكسماً التي تجلبوها لا سيتمشي وإن شاء الله بالمستقبل نستطيع أن نرى أن يمكن أن تجد تجديد أن يفتح الـ 5G إلى هذه الدولة الـ VoiceOver LTE ماشي كثير منيح في أمريكا وأعتقد سيمشي منيح بأي بلد التليفون ولكن إذا تجلبون أن تشترون المحل الثاني وتجلبوه لبلدكم هذه الشغلة يجب أن تعرفوها كثلاثة ربعات التي أفجرتكم يمكن أن تنشي باللغة العربية ويمكن أن تكون موجودة في البلد لأن الخطوة معمولة خصوصاً للبلاد وليس مطرح مثلاً إذا أخذت تليفوني ونزلت إلى الدول العربية يوجد تنطفي لأنه يعرفون أن أنا بها البلد ورغم أن أنا جاء من أمريكا لكن هذه الشغلات كثيراً بسيطة صحاً كخبرة استعماله والتليفون والسرعته والإمكانيات والكاميريات الموجودة عندنا حلوة كثيراً الصور صارت بتجنن مثل ما نشاهدنا كل سنة وعن سنة الكاميريات تكون حلوة كثيراً أمنتي أنا كل تجديد يأتي عليهم لهذه السماعة وهذه الساعة يجعلهم أحسن أنا أستنظر بعد الشيشة الجمعتين ثلاثة يأتي عليهم ونبسط فيهم كثيراً تجلبوا تليفون بيكسل أنا نصيحة أنكم تجربوا على القليل تشوفوا كيف يمشي عندكم وإذا لم تكن مأكدين كثيراً تصلوا بشركة التليفون التي تعيدتكم الفون بروفايدر حتى تعرفوا إذا فيكم تستعملوا كل الإمكانيات على التليفون أم لا أنا طارق شكراً جزيلاً على كل الناس من الاشتراك إن شاء الله يكون أعجابكم هذا الفيديو نراكم إن شاء الله بالفيديو سريد